اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي العالم اعزائي المشاهدين مثل ما تعرفون لم يعد يعتمد على التوقعات العشوائية على القراءات التي لا تستند الى دراسات وارقام ومعلومات دقيقة العالم منذ عقود عديدة يعتمد على على الدراسات المتأنية على الارقام على المقارنات على مقاييس معينة ومعايير معينة يطبقها ويعتبرها اساس ويقيس عليها هكذا كل العالم وفي كل المستويات السياسية الاقتصادية الاجتماعية في الطب في العلوم في البناء في التربية في الدراسة في الخدمات في كل شيء يعتمد هذه الدراسات ومعايير معينة يضع ويضع خطوط معينة وقطر معينة وعلى اساسها ينفذها ويضع خطوط معينة لها اهدافها ولها مدياتها الزمنية الوصول الى ما يحتاجه من اهداف او ما يخطط له من اهداف يجب ان يصل اليها وهكذا لذلك العالم يعني يعتمد على احصاءات مضبوطة وهذه الاحصاءات ضمن معايير معينة تصنف وتوضع لكل معيار درجة معينة وبالتالي يحسبون الدرجات ويضعون يعني هذه الاحصاءات في يعني في 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 زواياها الحقيقية في اماكنها الحقيقية بالذات في يوم تسعة وانا يعني اتحدث عن هذا الموضوع قراءة يوم تسعة صدر يوم تسعة تشهين اول الفين وثلاثة وعشرين تسعة عشر يعني هذا الشهر صدرة احصائية تحدث عن يعني اخر احصائية تحدث عن اسوأ مدن في العالم يمكن يعني العيش فيها اسوأ مدن في العالم لا يمكن العيش فيها هكذا هكذا الانوان ما لا بالضبط عندما تترجمه واختاروا عاصم يعني اعتقد مئة وعشرين عاصمة كانت كل مدن الدنيا كل عاصم الدنيا كل دول الدنيا اختاروا عاصمها وضمن معايير معينة حددوا هذه المعايير الاختيار من هي المدينة الاسوأ من حيث جودة الهواء والتلوث ربما لم يفاجئني انا ربما لا يفاجئ الكثيرين ومع الاسف الشديد ان تكون بغداد هي المدينة رقم واحد الاسوأ في العالم من حيث جودة الهواء والتلوث مع الاسف الشديد يعني من بين مئة وعشرين عاصمة بغداد هي رقم واحد كاسوأ مدينة في جودة الهواء والتلوث بعدها لاهور ودكة وكالكتة وكالالامبور وجكارتة وكاراتشي ومذن كثيرة في آسيا في الهند في باكستان يعني لكن لكن ان تكون بغداد هذه المدينة الجميلة اجمل مدن الدنيا هذه المدينة الوادعة الرايعة اللي اخترقها نهر ججلة وتنقسم الى قسمين رصافة وكرخ بيوتها الجميلة وشوارحها الجميلة كانت وجسورها الرايعة ونهر ججلة هذا الجميل وناسها اللي الروع ما فيها وحدائقها ومساحاتها الخضراء تتمفس فيها هواء طيبا الآن هي أسوأ مدينة وانت تسأل وانا أسأل والناس كلها تسأل ما الذي حول أجمل مدن الدنيا الى مدينة ومع الأسف الشديد أقولها مدينة مسخ مشوهة قبيحة الى هذه الدرجة منذ عشرين سنة لحد الآن هي تتنافس لكي تكون أسوأ مدينة وصلت الى هذا المستوى مثل ما وصلنا أسوأ أسوأ بلدان العالم في الفساد وأسوأ بلدان العالم في الأمن والأمان والخراب والدمار وكل شيء والرشع وصلنا أسوأ مدينة في الدنيا من حيث جودة الهواء والتلوث الحقيقة شيء مؤلم جدا جدا أنت تحول بغداد بهذا الشكل ومثل ما قلنا أنت تسأل وأنا أسأل والناس تسأل ما الذي حول هالها كذا بداية يجب القول أو يجب أن نقول حقيقة ثابتة ومعروفة أن كل المدن عندما تبنى في كل الدنيا يضعون في حساباتهم مساحتها انتداداتها انتداداتها قصوى لها وانتدادات الأدنى لها وعدد السكان كم عدد السكان الأمثل لها وكم وكم ممكن أن تتحمل من زيادة وخلص بغداد عندها مبنية ووجدت بهذا الشكل في عصر الحديث نتحدث صممت على أساس أن تتسأل إلى مليون ونص إلى ثلاث ملايين مواطن بغداد الآن بفضل هؤلاء الفاقدي للقدرة على التفكير والقدرة على الإدارة وعدمي الإدارة والمسؤولية والذين لا يهتمون لأب بغداد ولأب غير بغداد وفقده العراق كله بشكله وهويته واستقلاله وسيادته بفضل هؤلاء صارت بغداد الآن فيها 12 مليون مواطن أكثر من 12 مليون يعني العراق كله 40 مليون كل محافظات العراق كل العراق 40 مليون من ضمنها بغداد فقط 12 مليون كارثة كبيرة المدينة عندما تصمم لمليونين ونص إلى ثلاث ملايين البنى التحتية لها من خدمات من كهرباء وماء ومجاري ومياه ثقيلة وكل شيء وطرق وحدائق ومساحات خضراء وبساتين وكل شيء هذا هذا كله مصمم لكي يخدم مليونين ونص ثلاث ملايين أما أن نجيب 12 مليون في مدينة مثل بغداد تحولها إلى مدينة عشوائية الآن فقط الذي يسكنونه في المناطق العشوائية أكثر من أربع ملايين مواطن مع الأسف الشديد والهجرة مستمرة لأنه يعني الزراعية انتهت الزراع انتهت وجفاف فيضطرون وبسبب البطالة العالية يضطرون الكثير من الناس إلى الهجرة إلى المدن يبحثون عن مدينة فيها سوق فيها حركة يعني فيها فيها قدرة مادية على الشراء والبيع فلا يجدون غير بغداد فيتجوهون إلى بغداد يعني فقط فيها لحد الآن الأمم المتحدة تحصي خلال هال هالكم شهر أكثر من 140 ألف عائلة تقلت إلى بغداد وهال140 ألف عائلة من الجنوب كل عائلة بها أقل شيء خمسة إلى ستة أفراد وقص على ذلك والأعداد هكذا تزداد وكلها مناطق عشوائية بغداد أسوأ مدن في النقل في المواصلات في خدمات البنى التحتية المياه ملوثة المياه المجاري ملوثة إذا ما يعني إذا ما نزلت أمطار بسيطة تغرق المدينة هذا ما شاهدناه كهربائها من أسوأ ما يمكن خدماتها من أسوأ ما يمكن المناطق الخضراء اللي بيها اللي كانت يتنفس من خلالها كلها تحولت إلى بفضل الفساد الأراضي استولوا عليها متنفذين وحولوها إلى أراضي سكنية وباعوها أو بنوا عليها مجمعات سكنية لا تناسب العراقيين لكن لغرض تبيض الأموال وانلغت المناطق الخضراء من بغداد وما عادت في بغداد رئة يتنفس فيها أهل بغداد هم أهل بغداد أساسا لم يعودوا في بغداد يعني الآن أنت تبحث أنت تقول لمن هم أهل بغداد أين هم أهل بغداد يعني وين أهل بغداد الأحياء القديمة في الكرخ وفي الرصافة وينهم أين أصبحوا شكل تغير المفهوم تغير المدينة تغيرت تشوه صورتها تحولت إلى شيء لا تعرفه مسخ غريبة عجيبة الحقيقة تحولت إلى أشبه بمقبرة مثلما تحولت كل مدن العراق إلى مقابر تحدثوا لي عن شارع ما عرفونه فتتحوا الشارع منذ أربع شوارع هذا كلام معيب المدن بسكانها بطبيعة تنظيمها بالخدمات المقدمة إليها مدينة بغداد لا تقدم لها خدمات يسكنها 12 مليون طرقها من أسود طرق خدماتها من أسود البناء التحتية سيئة المياه سيئة نار دجلة هذا الجميل الرائع ما عاد هذا النهر عاد ساقية تحول إلى ساقية كارثة كبيرة فبالتالي هذه المدينة الجميلة حولوها إلى مدينة قبيحة جدا وتحولت إلى أسوأ مدن بجودة الهواء والتلوث مثلما هي أسوأ مدن بالأمن والأمان والفساد أسوأ عاصمة للعيش هكذا الآن يعني تحول إلى إلى أسوأ مدينة مناطق النفايات هذه مكبات النفايات في داخل المدينة وتحرق وهذه كلها تلوث الهواء معامل الطابوق التي كانت بعيدة عن المدينة في أطراف المدينة الآن صارت في وسط المدينة لأن المدينة توسعت بشكل عشوائي معامل الطابوق هذه وكل مخلفاتها كلها داخل المدينة فبالتالي تلوث الهواء تلوث الجو البيئة تلوثت وتحولت أرض بغداد وبيئتها ومناخها وهواءها إلى شيء فاسد مع الأسف الشديد تحدثنا عن بغداد وهو حديث مؤلم جدا حقيقة وقت هذه الحلقة عزيزي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة